السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي هنتكلم فيه في هذا الفيديو على ان و لنا في المغرب حكايات فتأهل المنتخب المصري الى بطولة كاس الامم الافريقية 20-23 بكوتفوار وتتوجات النادي الاهلي وكلاهما كان في المغرب فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي لنا في المغرب حكايات فحسن منتخب مصر أتاهل لنهائيات كاس امم افريقيا 20-24 من الاراضي المغربية بعد الفوز الذي حققوا على نظير الغيني في مساء الاربع وقيمت مباراة مصر الغينية على الملعب الكبير بمراكش في الجولة الخمسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كاس امم افريقيا 20-23 ويرجع سبب عدم اقامة اللقاء في غينيا بسبب عدم حصول الملاعب الغينية على الرخصة الافريقية لاستضافة المباراة لتحتضن الاراضي المغربية المواجهة المصرية ما بين مصر وغينيا فتأهل الفراعنة من الاراضي المغربية ونجح المنتخب المصري في تحويل تأخره امام غينيا بهدف الى الانتصار بهدفين من اجل ان يحسم تذكرة التأهل الى نهائيات كأس امم افريقيا قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة وافتتح جراسي اهداف المباراة لصالح منتخب غينيا في ادية 26 من عمر اللقاء وتمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجي لاعب ترابازون سبور التركي من تسجيل هدف التعادل في ادية 42 واحرز مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي نانتا الفرنسي الهدف الثاني لمنتخب مصر في ادية 79 والاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا لموسم 2022-2023 فمنذ ايام قليلة وتحديدا في 11 يونيو 2023 عاد النادي الاهلي لاعتلاء عرش افريقيا من على الاراضي المغربية بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا عقب تفوقه على نادي الوداد المغربي وتوج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة 11 في تاريخه عقب التعادل مع فريق الوداد المغربي بنتيجة واحد واحد بملعب مركب محمد الخامس مستفيدا من الفوز الذي حققه في القاهرة بهدفين مقابل هدف في لقاء الزهب وفي نسخة 2021 حصد النادي الاهلي بطول الدوري ابطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عندما واجه فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بسلاسية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وصبق ان توج النادي الاهلي بلقب كأس النخبة العربية في عام 1997 على الاراضي المغربية حيث واجه اولمبيك خربيكا والرجاء البيضاوي والفيصايل الاردني في البطولة التي اقيمت من دور واحد وانتصر فيها نادي الاهلي على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الاخيرة ليحقق بطولة كأس النخبة العربية من قبل المغرب ومثل ما كانت المغرب شهدة على تتوجات الاهلي الا انها كانت ايضا شهدة على انقصرين بعد خسارة لقبين لدور ابطال افريقيا امام نادي الوداد المغربي في نسختين 2017-2022 وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اننا لينا في المغرب حكايات وروايات بعد الفوز ببطولات على الاراضي المغربية ففوزنا بدور ابطال افريقيا في مناسبتين من قبل وايضا تأهلنا الى كأس الامم الافريقية 20-23 بكده بوار من الاراضي المغربية بعد الفوز على منتخب غنية بهدفين مقابل هدف كما اننا خسرنا بطولتين همتين على الاراضي المغربية وكانت كسرة للكرة المصرية بعد الخسارة مرتين امام نادي الوداد المغربي في 2017-2022 ففي النهاية نتمنى دائما ان تكون مصر في عنان السماء وان يكون علم مصر دائما يرفرف في المراكز الاولى في كل البطولات الافريقية او اي بطولات بنشارك فيها في كرة القدم او اي بطولات اخرى او اي لعبات اخرى فمنتخب مصر قادر على الحصول على بطولة كاس الامم الافريقية القادمة باذن الله كما ان النادي الاهلي دائما مشرفنا في بطولات دوري ابطال افريقيا والبطولة العربية واي بطولة بنشارك فيها النادي الاهلي وكان اخرهم بطولة كاس العالم الاندية التي شارك فيها النادي الاهلي ووصل الى المركز الرابع في هذه البطولة فتحية شخصية من قناة اخبار كريم الى المنتخب المصري للوصول الى بطولة كاس الامم الافريقية 20-23 وتحية اخرى الى النادي الاهلي النادي العريق لالفوص ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي في 20-23 ويا ترى يا هل ترى هل المنتخب المصري والنادي الاهلي والفرق المصرية عامة قادرة ان تحصل على بطولات اخرى على الاراضي المغربية ولا لا يا ريت تكتبونا في التعليقات هل الفرق المصرية قادرة على الحصول على بطولات اخرى على الاراضي المغربية ام لا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين وتحية مصر دائما ودائما مصر في عنان السماء ودائما على مصر بيرفرف في كافة البطولات